والله يا شيخة ده ايه الكلام الجميل ده؟ أنا مش واخد بالي من نفسي بقى ده أكيد ربها يخليك نورني الله يخليك والله العظيم أنا فرحانة بحضرتك جدا وأنا فرحان بحضرتك جدا ولما بتبدي عن الشاشة شوية بازعل بقول يا جماعة فين الأستاذ محمد التاجي لأنك تيب ليك أدوار كتير وممكن تعملها وفنان حقيقي وراجل ملتزم أنا اشتغلت معاك ومتربي في المهنة بمناسبة متربي في المهنة في ناس كتير ما يعرفوش أن حضرتك حفيد الفنان عبد الوارس عصر أيوا عصرته؟ الحاجة عبد الوارس ده أنا شربته يعني اشتغلت معاه؟ لا خفت خفت طبعا خفت تماما يعني كان الأستاذ فاضل حتى كان فيه مسلسل وكان عايزنا فقلت له لا أنا ما اشتغلش قدامه خلاص سبتنا المسلسل هو أجي اشتغل لا بتحذر أولا حددت لفرصة أو تقول لا 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 أنا أعرف قدامه ومسل لا إنسانيا بقى عبد الوارس عصر الإنسان في البيت كان إيه؟ هو ما تغيرش عن إنسانيته على الشاشة أو بمعنى صح يعني زي ما كان بيطلع إلى حد ما وكان حنون جدا على الكل وكان يعني مثلا مش حنون علينا احنا كأحفادو أو كده حنون على عيال الشارع كلهم يعني كانوا العيال الشارع كلهم يجروا ورا جدوا نزل من البيت الجيب ده هو كله فلوس وجيب ده كله بمبوني لما تخلص الفلوس يكمل بالبمبوني يا حبيبي ينزل يفرق على العيال طول ما هو ماشي يا حبيبي رحمة الله عليك فطبعا يعني إيه؟ فدي كانت سماته الأصلية أنا كنت مفتخر جدا إن أنا حفيده دعي خلينا تطرق لحكاية دلوقتي لأن فيه هجوم شديد على أبناء الفنانين إن فكرة أنتوا كمان هتورسوا الفن إيه رأيك في القصة دي؟ هو من ولاد الفنانين اللي ورثوا الفن وما أثبتوش نفسهم هتلاقيهم مشوا طب خليهم يجربوا عايزة رأيك فيه أنا عندي رأيك في الموضوع بس أنا عايزة رأيك لا خليهم يجربوا هو أنا عبد الوريس لما قال الله يرحمه بقى جده جده كبير علاجة كتيرا وإن أنا أقول جده دي لما جينا عشان أشتغل هو قال لي لأ هو قال رافض أيا وبعدين قال لي خلاص أنت غوي فن روح يعمل كنت بقى يبصر في المسرح بقى في الجامعة في المسرح الجامعة فقال لي بص أنت غوي بعد ما خلصنا آه كان سايبني في الجامعة أعمل حاجة في المدرسة لكن لما جيته وتقول له أنا حاحترف قال لي لأ أنا مش عايزك يعني خلي يعني امشي في كريرك بقى كان مبررته مبرره إيه؟ كان مبرره إن إحنا حنشوف اللي إحنا بنشوفه دلوقتي أيواما ده اللي أنا بقول بنتي وما اقتنعكش أقول لها جو أهد انت براحتك أنا مليش دعو بيك ما هو كان مبرره إن إنت حتلاقي صعوبات كتيرة جدا فالمهم يعني فأقول لأ أنا غوي وبتاع قال لي خلاص تروح حسك عينك يكلموني يقولولي ابن بنتك جلنا وقال لنا أنا حفيد فلان وشغلوني وعملوني تخيالي إن أنا كنت عشت طول من لحد ما الحاجة عبر وارس توفى مثلا بخمس ست سنين وأنا مرعوب إن أنا أقول إن أنا حفيد عبر وارس عصر إحنا معرفناش المعلومة دي لما اتأخرت جدا جدا أنا ما بقيتش أقولها غير من بعد مسلسل البشاير يعني شوف كان هو كان توفى بقى هو توفى 82 أنا في مسلسل البشاير كان 86 اتعرض فنجح النجاح الجامد قوي دهوت ونزلت تاني يوم الصبح لقيت نفسي النس بتشاور على تقول يا سعيد يا سعيد يا سعيد فخلاص بقى أنا مش محتاج إن أنا أتسند على عبوارس لكن أنا محتاج إن أنا أفتخر إن أنا حفيده مظبوط واخد بالك مش إن أنا أعايز فن منه يعني أو إن أنا هو وسطة ليه اللي أنا أخش